قرى قصة نعمة مختار أهانة المصحف ورقصت بي كانت بترقص وهي لبسة سلسلة فيها مصحف أو بتحط المصحف على رأسها وناس تانية تقولك كانت لازم وهي بترقص يكون في مصحف المكان اللي هي فيه كتبت مذكراتها وكتبت عن حاجة غريبة قوي وسألت سؤال غريب نهايتها غريبة توبتها غريبة هي اعتزلت ليه؟ تفاصيل كتيرة هي عايشة أصلاً ولا لأ؟ ناس تقولك دي ماتت وناس تقولك لا لسه على قيد الحياة هنجيب لحضراتكم كل تفاصيل حياة نعمة مختار اللي قالوا عليها الفاتنة كانت دايماً في رأسها وفي شكلها إنسانة مختلفة وجمال مصري أصيل زي ما كان بيتقال عليها في البداية هي كتبت مذكراتها وسألت على سؤال أتمنى ترده علي لأنها هي قالت أي حد هيقرأ الكتاب بتاعي ده يرد على سؤال ده قالت إن هي مش ندمانة أبداً على شغلها رقاصة وقالت إن اللي شفته في حياتي محدش كان يستحمله لدرجة إن ما كنتش بلاقي آكل ولا أشرب وكان كل الأبواب مقفولة قدامي إلا باب الرأس والرازيلة كانت صغيرة جداً جداً ولكن قالت يوم ميلادي إيه الحقيقي هو يوم اعتزلت وتبتل ربنا وفعلاً ربنا قرمها في نهاية حياتها قالت سؤالها اللي أتمنى ترده عليه في التعليقات قالت يا ترى أنا من حقي أفتخر بتاريخي ولا خلاص كده وقالت كمان إنها نامت في الشارع وتعرضت للاختصاب وتعرضت لحاجات أسوأ ما يقال عليها خلاص كده مفيش حاجة ممكن تتقال بعدها ردوا عليها تمنى تردوا على سؤالها إن هي فخورة برقصها إن هي كانت بتشتغل رقاصة وإنها من حقها تفتخر بعملها ده ولا لأ هنبدأ حياتها ونشوف حاجات فيها العجب هي اتولدت 16 نوفمبر 1932 مكتوب بقى مكتوب في وكيبيديا إنها توفت بالفعل 9 نوفمبر 1989 عن عمر يناهي 56 سنة ولكن المنتج الفني عمر الصيفي أكد إنها ما زالت حتى وقتنا هذا موجودة على قيد الحياة وهو بيتواصل معيها وعمرها يفوق التسعين سنة فعلا ربنا مادت في عمرها وربنا طبعا يديها الصحة حصلت مشاكل كتيرة جدا ما بين أبوها وأمها بسبب حمات والدتها وقالت جدتي كانت بتعامل أمي معاملة وحشة قوي بعد كده أمي أخدتني وهربت وفضلنا ماشيين ومش عارفين رايحين فين لحد مركبنا ووصلنا لبور سعيد الوحدة لقيتنا وما كناش عارفينها مين شافت أمي عمالة عيط وقالت إنها اسمها نبوية سليم دي كانت يعتبر أشهر رقاصة في الوقت ده في بور سعيد واخدتها نبوية سليم وأخدتهم عيشوا معيها لمدة سنتين وبالمناسبة نبوية سليم ما كانتش بتخلف والدة نعمة مختار سابت نعمة مع نبوية وراحت علشان ترجع لأهلها تاني وقالتها بقى بص عليك يا بنتي ومشيت بقى والدتها وما رجعتش ليها خالص بعد سنين طويلة طبعا لما كبرت نعمة مختار نبوية سليم قالت لها أنا أمك وعاشت معيها أكنها أمها أخدتها علمتها الرأس وودتها مدارس وهي عندها 14 سنة دخلتها طبعا مدرسة وتخرجت وقالت لازم تتعلمي ورقصت واشتغلت في أفراح وكانت الجميع بينبهر بيها وبجمالها ولكن في يوم من الأيام بعد ما عرفت إن نبوية سليم مش والدتها سألت هو أمي فين قالت لها هقولك الحقيقة أمك موجودة في المنصورة ولكن أنا معرفش هي فين دلوقتي أنت بقى معاك فلوس وممكن تدوري عليها وبالفعل راحت ودورت على أمها لحد ما لقيتها وعطبت أمها جدا وقالت لها أنت ما كنتيش بتسألي علي لي قالت إن أبوك كان هيعملك معاملة وحشة أنا سبتك في المكان اللي أنت فيه بعد كده اشتغلت لما قابلت واحد معين كده وقال لها ادين فلوس وهشغلك ممثلة وبالفعل شغالها ممثلة بعد ما كانت بتشتغل رقاصة في شارع محمد علي عرفها على المخرج حسين فوزي طبعا في الوقت ده كان هو زوج نعيمة عاكف وكانوا بيعملوا فيلم اسمه فتاة السيرك مع نعيمة عاكف واشتغلت فيه ورقصة والكل أعجب بيها نجحت كتير قوي وبعد كده عملت فيلم بين القصرين وسرسرف فوق النيل اللي هي فيه الأغنية بتاعت رجب حش صاحبك عني اللي هو هيفاء وهبي غنتها بعد كده ويعتبر أسوأ دور وفي نفس الوقت أهم دور لها هو فيلم حمام الملاطيلي اللي الكل بيقول عليه طبعا أنه من الأفلام السيئة جدا في السينما المصرية بعد كده لما الفلوس زادت معاها أنتجت فيلم اسمه المرأة التي غلبت الشيطان خل التوفيق الحكيم يكتب ليها الفيلم ده والفيلم نجح بطريقة غير عادية عاد الأدهم عمل في الفيلم دور أبدع فيه هو عموما فنان مبدع اتعرض الفيلم ده سنة 1973 عايز أقول لكم أن الفيلم ده يعتبر فيلم من روائع السينما زي ما بيقولوا عليه من ضمن مشاهد الفيلم ده أنها بالفعل بتتوب وبتحرق الشيطان بالقرآن هي قررت في الوقت ده وأخدت الفيلم ده درسي لها واعتزلت من بعد الفيلم ده ربنا قرمها واعتزلت من سنة 94 لحد الآن ولا مثلت ولا مشهد ولا بتحب تظهر عملت أكتر من 21 عمرة ويقال 16 حجة لحد الآن كل ما كان بيجي ليها الوقت كانت بتروح تحج ودائما كانت بتختم القرآن الكريم بصراحة تابت توبة نصوحة ولكن مشكلتها إنها مش قادرة تتبرق من الرأس بتاعها مجلة الشبكة في العدد اللي صدر يناير 1969 قالوا إنها كانت عاملة سلسلة دهب سلسلة فيها مصحف وكانت لازم بترقص بيه وتحطه على صدرها عن رغم إن وزنه تقيل وكان تقيل على صدرها ولكن كانت بتحب كده قوي الرقابة لما عرفوا قلب الدنيا وقالوا لها إزاي الكلام ده وإزاي ترقص بكلام ربنا وبالفعل يعني تحصل قوادي وقضية كبيرة في المحكمة لحد ما خلوها تسيب الرأس فترة ولكن رجعت لي من غير ما ترقص بالمصحف الشريف وناس تقول لك كانت بتحطه فوق رأسها وهي بترقص بنت مسجد وقالت في نفس العدد من مجلة الشبكة إن المسجد ده مش بفلوس الرأس لأنها بقت مقتنعة عن فلوس الرأس حرام ولكن كانت مجبرة على اللي هي فيه وقالت إن هي لما راحت خلاص بنت المسجد قررت إنها تبني بفلوس مستقلة تماما عن فلوس الرأس يقال إنها أخت كريمة مختار ولكن الكلام تعاري من الصحة تماما ناس دايما بتقول كده لكن الكلام ده مش حقيقي أول زيجة لها كانت من يازي مصطفى هو كان أكبر منها بواحد وعشرين سنة وكان بيحبها بطريقة غير طبعية لدرجة إن هو كان بيبكي قدامها خوفا إنها تسيبه ولكن فعلا ثابته بعد فترة قصيرة من بعد كده تجاوزت محمود المليجي قعدوا مع بعض سنة ولكن لما عرفت علوية جميل زوجته خلته يطلقها على طول هو كان دايما بيعمل لها حساب الزيجة الأخيرة وطبعا ده هي تجاوزته بعد ما تابت لواء شرطة جابت منه ابنها الوحيد محمد هو خريج اقتصاد وعلوم سياسية طبعا دي كانت زيجتها الأخيرة وهي حاليا متواجدة جماعة على قيد الحياة ادعو لها إن ربنا طبعا غفور رحيم وردوا على سؤالها بس هي كان غصبة عنها مجبرة على اللي حصل لها وبعدين بدأ اعترفت بالزن بوتابت ربنا غفور رحيم ربنا يديها الصحة وطول العمر رأيكم مهم السلام عليكم